ونروح للخبر اللي بعد كده وماتش كان غريب اللي احنا تابعناه طبعا بيننا قلمنا عنه مبارئ حنا وكريم مباراة ام بي وفيوتشر والاحداث الغريبة اللي حصلت لان انت بجد والله لتريل يعني حرفيا من سنة تريبا اربعة وثلاثين ما حصلش ان فيه مباراة بهذا الطول او هذه المدة حاجة كانت غريبة ومش بس كده فكرة كمان ان انت فار عندك بيتعطل ما حصلتش في العالم كله فكان حديث الساعة هذه المباراة وفيه جديد بقى في هذا الملف لان القصة كلها مش في اللي حصل لا فيه شقة تاني حصل وده اللي خلى ادارة المسابقات باتحاد الكرة ان هي اعلنت قراراتها بشأن طبعا هذه المباراة تحديدا وقررت الاتي اولا ايقاف المدير الرياضي بنادي فيوتشر مبارتين مع تغريمه عشرين الف جنيه طبعا ده لما بدر منه تجاه الحكم وكمان الادلاق بتصريحات بعد المباراة معاقبة محمد اسماعيل مدير القرى بنادي امبي بيقافه اربع مباريات مع تغريمه خمسين الف جنيه للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم والتحريط ايضا على الانسحاب من المباراة كمان توقيع غرامة مالية على فيوتشر وامبي قيمتها خمسة وعشرين الف جنيه على كل منهما لاعتراض الجهاز الفني والاداري واللاعبين على الحكم بصورة جماعية فيعني ده الجديد في هذا الملف ونرجع نقول تاني هي كانت مباراة من بدايتها لنهايتها بصراحة مش مفهومة او غير مسبوقة الى حد ما زي ما كنت بتكلم من سنة اربعة وثلاثين تقريبا كانت مباراة بين الزمالك والاوليمبي تقريبا لو انا مش غلطانة يعني لا مشهد كان صراحة غريب وكان لازم يكون فيه محاسبة انا مع فكرة انه دايما يكون فيه عقوبة دايما يكون فيه محاسبة حتى لا يتم تكرار هذه الافعاد ده بيكون نوع من الرضع الهام